استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى السيد سيغن إيغور الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة روزنفيت الروسية والذي يزور مملكة البحرين وذلك لإبداء التعاون المشترك في مجال النفط بين البلدين الصديقين حيث أن شركة روزنفيت هي من أوائل الشركات النفطية الروسية التي أبدت اهتمامها بالعمل في مملكة البحرين وعرض السيد سيغن إيغور على جلالة الملك المفدى أنشطة الشركة مع مختلف دول العالم وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بسيد سيغن إيغور واستعرض جلالته معه علاقة الصداقة والتعاون الطيبة والقائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما رحب جلالة الملك المفدى بهذا التعاون المشترك بين مملكة البحرين وشركة روزنفيت مؤكدا حفظه الله تطلع البلدين المستمر لفتح أفاق رحبة من التعاون المشترك وتطويره على كافة المستويات تحقيقا لمصالحهما المشتركة وأكد جلالته على الدور الهام الذي يطلع به قطاع النفط والغاز في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والذي يعزز التعاون بين البلدين من خلال تبادل الزيارات بين مختلف الوفود والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة والتي تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين البحريني والروسي ونوها جلالة الملك المفدى بزيارته لروسيا الاتحادية وما حققته من نتائج إيجابية وأهمة على صعيد تعزيز العلاقات البحرينية الروسية خاصة في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها